على جانب آخر تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 433 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 94 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 48 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 46 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية من بينها 46 قضية خبز ناقص الوزن و61 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 322 طن ترجمة نانسي قنقر